على وقع المعارك المحتدي ما بين طرفين نزاع الدامي في ليبيا تحركات دبلوماسية وسياسية خلف أبواب مغلقة لمعالجة الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ سقوط نظام القذافي عام 2011 فوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن عبر تغريدة على تويتر إجراء اتصال هاتفي مع ولي عهد إمارة أبو ظبي محمد بن زايد آلنهيان لكنه لم يذكر الكثير من التفاصيل سوى الإشارة لاتفاقهما على الحاجة لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا والعودة للمفاوضات السياسية بقيادة الأمم المتحدة تحرك بومبيو يأتي بعد ساعات من تحذير السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلند من أن يدفع إرسال روسيا طائرات حربية إلى ليبيا الحكومة التركية إلى استخدام طائرات حربية أمريكية من طراز F-16 إلى الأراضي الليبية لكن نورلند رأى في التحركات الدبلوماسية الأخيرة التي تقوم بها الأطراف الليبية باتجاه دول عدة معنية بالنزاع الليبي فرصة حقيقية للمجتمع الدولي لتحقيق تقدم نحو التسوية مشيرا لاحتمالين إما أن يتحول التصعيد إلى حرب إقليمية شاملة أو أن يتم استغلال الفرصة المتاحة لخفضه ولم يفت نورلند التأكيد على أهمية التوقف عن زعزعة استقرار ليبيا ووقف التدخلات الخارجية ومغادرة المرتزكة أراضيها لكن بالنظر إلى تعقيد المشهد الليبي وتداخل مصالح دول المنطقة والعالم يصعب تصور ميلان الوضع نحو التهدئة من دون جهود جبارة ونوايا حسنة